باحث لامين العام للمجلس المحلي بحضرموت الأستاذ صالح العمقي بالمكلة وجه التنسيق التنموي والمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة بحضرموت لدى لغاهب السيد جوليان هارنيس المنصق المقيم للأمم المتحدة وشون الإنسانية في اليمن وخلال اللقاء حطل من العام السيد جوليان هارنيس بطبيعة الأوضاع الإنسانية بالمحافظة موضحا أن حضرموت تعيش حالة نموذجية في الأمن والاستقرار انفرضت بها عن غيرها من المحافظات الأخرى وهو ما جعل منها مكانا آمنا يلجأ إليها الفارين من مناطق الصراع في المحافظات الأخرى موضحا أن الكثافة السكانية نتيجة الهجرة والنزوح للمحافظة شكل عبع على السلطة المحلية في ديمومية واستقرار الخدمات التي تقدم للمواطنين والنازحين على حد سواف الجوانب الحياتية ووضع للمين العام السيد جوليان مام احتياجات المحافظة فيما يتعلق بتأمين الجانب الإنساني والتنموي عبر ضرورة فتح مقرات ومكاتب الأمم المتحدة لفروعها بحضر مهد ودعم الخطة الترموية للمحافظة من جانبه أشاد السيد جوليان بجهود السلطة المحلية بالمحافظة والشراكة الفاعلة بينها وبين مختلف المنظمات في إطار منسقية الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر